عايزة اقول لك حاجة اغلب الرجالة اللي بتتنقل من مشاعرها من مشاعر اللي بتبقى موجودة جوه البيت وممكن يبقى في مشاعر في مكان تاني برا عارفة اول نقطة لاستقطاب الراجل ايه ان حد يسمعه طبعا بصي حد ايه يسمعه حد ما يلوموش وينقضو ويعدبو طول الوقت ويعيشو في مشاكل طول الوقت ويعيشو في مشاكل ويعيشو في هم طول الوقت يعني اول نقطة بتضعف الراجل وبتخلي الراجل ان هو يقع حتة ان بيلاقي حد يفض فضله يعني مثلا ساعة الراجل يقول لك ايه والله هو الموضوع يعني ما كانش يواصل بينا احنا كنا مجرد بنتكلم اصدقاء بنتكلم حتة الكلام نفسه ان انت بتفرغ الحاجة اللي جواك مع شخص بتحس ان هو فاهمك وبتحس ان هو حتى لما بيلومك او بيونقودك بياخدك كده بهدوء وبيوصلك للحاجة اللي انت عايزها بس بهدوء فيه ستات بتبقى موجودة جوه البيوت ممكن الراجل بيعمل حاجة غلطة يا لمية وطول الوقت لوم ونقض وعتاب لوم ونقض وعتاب طيب لوم ونقض وعتاب هو خلاص بقى حاسس ان هو محطوط في دور المتهم فلو شغله بيخلص مثلا الساعة 4-5 العصر يدور على اي حتة يروح الساعة 10 بالليل هيفتكس وهيبدأ يفكر في مشاور جديدة ممكن يعملها عشان يخرج برة البيت لان حاسس ان هو يبقى يقعد في محكمة لوم ونقض واتهان واحيانا بنبقى ممكن نبقى اخطاء ما فيش حد ما بيغلطش بس بيبقى البني آدم ما عندوش القدرة في الوقت ده يسمع حد يقوله انت غلط يسمع حد ينقضه هو هو مش قادر يستخدم استخدم الاسلوب يعني ممكن ايه اتكلم معاه بهدوء بشويش وصلوا للحاجة اللي احنا عايزين نوصلها بس بهدوء من غير ما انا عمل اجلت ذاتك من غير ما انا عمل اتهمت فده كله بيخل الرجل ان هو يحب الايه البيت انا في حاجات تانية مثلا يعني بشوف بعض الازواجه دي غلطة ممكن الناس بيعملوها انا مش عايز بعد السنة ولا سنتين من الجواز ان كل واحد يبتدي ينام في قوضة لا معلش يعني كل واحد بقى خد سكته وبقى بينام في قوضة كان هم عايشين في البيت عشان بيقدوا ادوار ما ده غلط ما هو بيقدر بيحصل مع الاسل بيتخلى حتى لو حصل مشكلة ما فيش حد يسيب قطه انت موجودين ده سرير هيجمعكو لغاية اخر يوم في عمركو اختلفتو ما اختلفتوش متخنقين مش متخنقين زي ما حضرتك قلت كده ما حدش يسيب قطه وينام في قوضة تانية ما ينفعش فيه ناس بقى بتبدأ تعمل ايه يبدأ يخرج طرف ينام في مكان تاني طي العلاقة اصبحت عبارة عن ايه زي ما انت قلت اتنين اصدقاء عشين مع بعض فين بقى القرب والود والرحمة اللي موجودة ما بينهم يبقى احنا موجودين في قوضتنا ده حاجة وثيقة او حاجة ما بيننا بتجمعنا طول الوقت حتة كمان انا مش عايز ان احنا نربط العلاقة الحميمة لما بين الزوجين بالزعل يعني ايه مش عايز استخدمها كاسلوب عقاب ما ينفعش يعني مثلا ايه ممكن يبقى فيه راجل مزعل ستة مثلا مراته مثلا فمثلا ممكن عايز يعني يهدد الدنيا معها شوية ويهتكلمه شوية فممكن يكون محتاج العلاقة الحميمة معها ايه ممكن ترفض او او تبعده مرة واثنين وثلاثة واربعة طيب الراجل ده عنده اشباع هيبدأ يدور على الاشباع المكان تاني يبقى انا بعمل كده حاجة بعمل فيها ايه مسافة او فجوة العلاقة الحميمة قادرة على رجوع الطرفين تاني مع بعض بطريقة سوية جدا لان فيه هرمونات بتتفرز من جسم الانسان هنا وهنا الهرمونات دي بتبدأ اللي بتخلي فيه ايه الاستمتاع مش موضوع ان هو فدي مهمة جدا ففيه ناس بتستخدمها كنوع من انواع العقاب